حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيد عزيز غالي أهلا بك معنا المعلومات الأولية حول عملية التوقيف تبقى شحيحة وحول أسبابها أيضا هل لديكم تفاصيل إضافية حول الموضوع؟ أظن لأن المسألة الاعتقال سليمان ريسوني حتى الآن المعلومات التي نتوفر إليها هي ما جاءت مجموعة من المواقع ولكن لدينا مراحضات أولية حول الاعتقال زميل ريسوني هذه المراحضات أن هناك تطابق كبير بين طريقة اعتقال زميل بو عشرين وطريقة اعتقال ريسوني من خلال التوقيت اثنين اعتقال يوم الجمعة في آخر النهار طريقة الاعتقال من خلال إنزال أمني كثيف جدا اعتقال بو عشرين كان فيه 40 رجل شرطة اعتقال سليمان ريسوني 15 رجل أمم في حين كذلك كان الشخصين لم يتوصلوا بأي استدعاء بل تم اعتقالهما بشكل مباشر في حين أن في مثل هذه القضايا حتى إذا كانت هناك قضايا كان ممكن استدعاء سليمان ريسوني بشكل عادي وأظن أنه كان سيمتتي لأوامر نيابة العامة ويحضر إذن يجعلنا كل هذه المعطيات نتخوف من أن يأخذ ملف سليمان ريسوني نفس المصار الذي أخذه ملف توفيق بو عشرين طيب ما هو تعليقكم على هذا الملف الجديد كما تسميه سيد عزيز غالي ولسيما أنه كانت هناك معلومات متداولة تقول بأن السلطات تتوجه إلى عفو بحق توفيق بو عشرين ثم جاء هذا التوقيف مساء اليوم أدنى على هذه التوقعات ربما منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نعيش هذه التوقعات أنه سيتم إطلاق صراحة المعتقلين السياسيين في كل عيد كل مرة في حين أن الدولة الخط التي تسير فيه هو عكس ذلك تخوفتنا كما قلت على أن أولا طريقة الاعتقال ثانيا لأن مجرد بعد اعتقال سليمان الريسوني وهناك مجموعة من المواقع القريبة من الأجهزة أصدى تقامت بالحديث حول التهم وكل شيء أدنى الملف كان مطبوخا كذلك لا يجب أن ننسى على مدة أسبوع هذه هناك حملة شهير قوية ضد سليمان الريسوني وكذلك مجموعة من الصحفيين العاملين في صحيفة أخبار اليوم خاصة الصحفية سعيد الكامل ممثلة مراسلون بلا حدود التي تتحرض منذ أسبوع لحملة شهير قوية داخل مجموعة من المواقع والصحفة المحسوبة على الأجهزة وأيضا جانب الأخلاقي لهذه القضية ربما هذا أيضا وجه من أوجه التشابه بين سليمان الريسوني وتوفيق بو عشرين أظن على أن الأجهزة الأمن تعودت على استعمال مثل هذه الملفات سواء ما يتعلق ما هو أخلاقي أو استعمال المخدرات من أجل تشهير أولا ثانيا من أجل عزل أو من أجل استضار أحكام مجتمعية على الصحفيين وعلى المدافعين على حقوق الإنسان قبل أن يدخل إلى المحكمة فمن خلال تتبعنا الوصائل للتواصل الاجتماعي هناك بدأت إذانة مجتمعية قبل أن نصل إلى المحكمة وقبل أن تتم محاكمة زميل الريسوني إذن هذه من بعض الأساليب التي تستعملها الدولة المغربية من أجل تشهير ومن أجل إضعاف موقف المدافعين على حقوق الإنسان وأظن على أن التختيب المغرب في الأخذ تقرير لمحاكمة سليمان الريسوني أظن على أنه مستهدف منذ مدة منذ تحمل مسؤولية رئاسة تحرير أخبار اليوم من خلال الافتتاحيات التي كان يقوم بها كذلك لا ننسى أن أثناء متابعة هاجر الريسوني قبل سنة كان هناك حديث على أن المقصود من المتابعة ليس هاجر الريسوني ولكن كان المقصود هو سليمان الريسوني فأظن الآن الأجهزة مرت من الخطاب الغير المباشر إلى أمر مباشر وهو اعتقال دين سليمان الريسوني الذي من خلال افتتاحياته في الآوين الأخيرة ظهر على أنها افتتاحيات ربما أزعجت المسؤولين في المغرب من خلال طريقة تناولها وكذلك الإشعاع التي أخذته أخبار اليوم بعد تحمل المسؤولية إذن الهدف هو إسكات أو إخبار أخبار اليوم ككل سيد عزيز غالي شكرا لك على هذه المداخلة معنا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كنت معنا ميناء الرباط ترجمة نانسي قنقر